اجتماع نادر شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي عنوانه الرئيسي المنافسة مع الصين ففي ظهور مشترك لكبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية حضر وزراء الخارجية والدفاع والتجارة جلسة استماع عام للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بشأن الميزانية والعلاقة بين الولايات المتحدة والصين جلسة الاستماع أكدت تركيز واشنطن على التنافس مع القوة الأسيوية إلا أن الحزبين الديمقراطية والجمهوري تنافسا خلال الجلسة لإظهار أنهما يعتبران الصين أكبر تحدي تواجهه الولايات المتحدة تحذيرات أطلقها الوزراء الثلاثة من خفض الميزانية وتقويدها لقدرة واشنطن على التنافس عسكريا وديبلوماسيا واقتصاديا مع الصين هذه التحذيرات تأتي وسط مفاوضات مكثفة حول رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب حدوث أزمة اقتصادية وقبل أسبوعين أعلن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ عزمهم إعداد مشروع قانون جديد لإخراج الصين من دائرة المنافسة وسعيا لتحقيق هذا الهدف يبحث أعضاء الكونغرس في رضع الصين عن بدء نزاع مع تايوان وتحسين العلاقات مع دول ثالثة ووسط محاولات مضنية لإنجاح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يتيح رفع سقف الدين بين الديمقراطيين والجمهوريين جاءت تحذيرات أخرى من البيت الأبيض بأن الصين تأمل في إخفاق واشنطن عن سداد ديونها معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اختبار لمعرفة النظام الناجح عالمية هل الديمقراطية الأمريكية أم الطريقة الصينية؟ الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة لتجنب التخلف عن سداد ديونها ولعل المحادثات الأخيرة التي جمعت بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي المنتمي للحزب الجمهوري هي بارقة الأمل للخروج من هذا النفق المظلم